بسم الله الرحمن الرحيم أهالينا في ولاية باجة في قبولات نفذة تستورة برز اكتبار عمدون مجهز الباب وباجة الشمالية والجنوبية إن ولاية باجة مثلها مثل عديد الجهات الداخلية التي لا تزال إلى حد الآن تطمح بمثال تنمية جهوية عاد يقطع مع مظاهر الفقر والتهميش ويكون المواطن فيه شريكا فعليا في التنمية والنهوض بالمنطقة أهالينا في باجة إنما تملكه ولاية باجة من ثروات طبيعية وبشرية يمكنها من تصدر جميع المؤشرات الوطنية لكن استغلال هذا المخزون لم يوظف بالشكل المطلوب بل بالعكس فإن عديد الثروات الجهة لا يتمتع بها أبنائها كلماء الصالح للشراب والعديد من المنتوجات الفلاحية والصناعية وإيمانا منها بأن الجهة لا يخدمها إلا الشباب الذين عايشوا واقعها فإن قائمتكم قائمة التموح والإصلاح قائمة مستقلة تأتي بعيدا عن جميع التجاذبات السياسية والبرامج الحزبية والوطنية المسقطة وتتعهد بمقاومة جميع مظاهر الفقر والتهميش وتركيز إدارة نهية الأولى من نوعها تعزز علاقة النائب بالمواطن يكون مصدر تمويلها النائب أو النواب وتعتني بجمع ودراسة جميع الإشكاليات والمقترحات الخاصة والعامة العمل على تقليص نسبة البطالة هو من أولوياتنا المطلق وذلك بالحث على بعث المشاريع المندمجة والأسراع في تركيز وتهيئة المناطق الصناعية وإعطاء الأولوية لأبناء الجهة في الاستثمار والتشغيل وللمشاريع التي تراعي خصوصية المنطقة العمل على دفع مشروع جنان مجرد الذي يعتبر مشروع القرن الجهة باجة العمل على تطوير الشركة التونسية للسكر لتكون قطبا صناعي متكامل العمل على تعزيز المناطق السقوية وتجيع الشباب في الاستثمار الفلاحي وتركيز التعضوديات والمجمعات الفلاحية وضعت أسواق محلية دائمة من المنتج إلى المستهلك الحث والتجيع الاستثمار في السياحة والسياحة البديلة لما للجهة من خصوصيات طبيعية نوبيئية وأثرية وتركيز إدارة جهوية للسياحة بباجة تطوير وتكثيف شبكة الطرقات وإيصال الخدمات الأساسية والضرورية لرفع وتقليص الفروقات عن المناطق المحرومة العمل على تحسين وتطوير وتدعيم المنظومات والمنشآت التربوية والثقافية والجامعية والأمنية والصحية خاصة وتعزيزها بتب الاختصاص وتقريبها من المواطن إصلاح المنظومة الإدارية وتطويرها وإعادة نظري في خطة المواطن الرقيب وإمداده بسلوحيات فورية العمل على بعث شراكة مع المجتمع المدني للقيام بحملات تحسيسية وتوعوية ليكون لكل مواطن الحق بمعرفة حقوقه وواجباته المدنية والدستورية أهالينا في ولاية باج إن ثقتكم في قائمة الطموح والإصلاح هي ثقة في أبنائكم وسنعمل لحفظ أماناتكم شعارنا الباء والسهم هدفنا الطموح والإصلاح وفي الختام أسأل الله أن يوفقنا فيما فيه خيرنا وخير بلادنا في الدنيا والآخرة أسأل الله ترجمة نانسي قنقر